اعداداتك من الزابطة صح? مش عارف كيف تسوي اعداداتك لمواصفات جهازك. اقوى اعدادات لمحاكي جيم. لو بعد تحديث اتنين فاصلة تسعة لجميع الاجهزة تابع معها هادا الفيديو اسطوري حتى تستفيد. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلام عليكم يا اسطير. اتمنى تكونوا بصحة جيدة. معكم زيادة و السموكر من قناة متسابق للعاب. ورجعنا لكم اليوم يا اسطير بماقطة جديدة. وبناء على طلبكم يا اسطير. اقوى اعدادات لمحاكي جيم لوب. بعد تحديث اتنين فاصلة تسعة. للاجهزة الضعيفة والمتوسطة والقوية. طبعا هذا الفيديو رح يكون جدا اسطوري بشكل كامل اسطوري. طبعا اخوان سابقا نزلنا الاداة اللي عملناها احنا من تخفيف الويندوز بطريقة جدا اسطورية. كمان اليوم على شغلات الاجهزة الضعيفة عشان تزبط عندكم الامور مية بالمية باذن الله. فتابع معي هذا الفيديو اسطوري. وما تنسى انك تدعمني باللايك وتشترك بالقناة وتفعل الجلس. عشان يوصلكم اجد الفيديوهات يا حبيب القلب وطالب. فازعتكم بفزعة اسطورية. اخوان بعد اذن بدنا اخوان نشد شوي على اللايكات باذن الله. بالاضافة انه للاسف يخوان تبنيد السيرفر. الديسكورد الخاص فينا وفتحنا الديسكورد جديد. راح خليكم يا اخوان كل روابط التواصل الاجتماعي موجودة عندي بصندوق الوصف تحت. انزلوا ادعمونا يا اخوان او تفضلوا على الديسكورد. وجوونا على الديسكورد يا اخوان الجديد ان شاء الله. وخلينا بلش بالشرح يا اسطور وما انطول عليكم. لايكاتكم وشيراتكم للفيديو. اوكي يا اسطور. طبعا اول خطفة معنا يا حباب القلب للاجهزة الضعيفة حصرا. تركز معي للاجهزة الضعيفة. شو بتسوي? ا اول خيار دك تسوي معلم تدخل على الجي ارزد هون. تمام? طبعا انا حم خلي لك كل شي وفي كثير ناس سألوني على الاداة تبهت الجي ارزد هاي من افضل الاداة اللي نزلت على القناة. شغلناها بالشكل الاتي. الاداة هاي عبارة عن انها اي برنامج بدك اياه بدك تعلي من اداء او تخلي موصفات الجهاز. تعطيل اولوية في استعمال الموارد الخاصة بالجهاز تبعك. هذا البرنامج هو شغلك. يعني مثلا انا مثلا بدي اخلي اي لعبة مثلا انها تسير على اداء او ا اي برنامج مثلا انا عندي مثلا ستريم لابس مثلا دخلي اعلى اداء. كل ما عليك بس انك انت مثلا هاي ستريم لابس بتروح عليه هيك تعطيه وزي ما انت شايفين اعطاني صيغة الهاب بتروح على اوبن فايل لوكيشن وبتروح على ستريم لاب زي هيك تعمل رس نيم وبتاخده هادا كل اياتو كوبي تاخده كوبي زي هيك وبنسكر هون بنرجع عند البرنامج وراح يضبط له كثير شغلات بتغير الصيغة من نورمال لهاج وبتحطه مثلا هيك ستريم لابس وبتضغط على هون تمام هلا انا مش بحاجة انه انا اسوي هيك للستريم لابس انا كافيني انه اسوي هاي لبوبجي موبايل او المحاكي بشكل اسرع واحسن طبعا انه هون ادات الاوبتومايز اللي بتنظفنا ملفات الكاش وشغلات كثيرة رح تفيدكم ان شاء الله بهاي الاداة باذن الله وان شاء الله هنزل اداء ثانية باذن الله قريبة لما تنزل او تنزل الاداء الخاصة بجار زد او زد رح يكون معك فيها شغلات كاملة متكاملة من اعدادات لنيفيديا من تحكم اعدادات المعالج بشكل كامل متكامل يعني ما عندك اي اشي انك انت تحتاجه كل شي موجود معك بشكل كبير اذا رحنا على الاختصارات لتنظيف ملفات الكاش في الجهاز ندخل عليها بالشكل الاتي زي ما انت شايفين ما في داعي انك انت مثلا تروح على ديليت تيمب اي زي ما تشايفين فاضي ان انضفته من خلال الاداة بشكل كبير طبعا نرجع لغرا شوي هون بنرجع ندخل على الملف كل ما عليك يا صديقي لما دك تيجي تلعب ببجو موبايل بكل اختصار وبكل سهولة تضغط على ديسابل هاي بالشكل الاتي رح تظهر ل الايقونة بالشكل الكامل كل ما عليك انك تحطها بتضغط ابلاي وتضغط اوكي كل ما تجدك تلعب على ببجو موبايل وشغل هاي زي ما انت شايف تروح بس تعملها هيك وراح تصير عندك على الشاشة هون خليها عندك كل ما تخلص من اللوع بترجع بترجعها على الخيار الاول وبتضغط ابلاي واوكي لما بدك تلعب ببجو بتحطها هاي نقطة جدا مهمة لجماعة الاجهزة الضائف انك تسويها بحيث ان تعطيك افضل اداء اللي عندك النظام صاري مخفف بشكل كبير وبتعمل هاي الخ خطوة انت هيك خليت جهازك جدا اسطوري وتأكد انك انت حاطت على زي ما شرحنا بفيديوهات سابقة راح يكون عندك الوضع باذن الله راح يكون جدا اسطوري ننتقل الان الى افضل اعدادات لمحاكي للاجهزة الضعيفة اللي بدون كرت للاجهزة الضعيفة اللي مع كرت كل ما علينا نروح على الاعدادات هون وانصح بشكل كامل متكامل ما بفيدنا هاد الخيارات بشكل كبير فمنشيل على الخيار هذا ايضا وتخلي اعداداتك زي ما انت شايفها بالشكل انتماما نروح على الانجل والاعدادات للاجهزة الضعيفة اللي بدون كرت انصح باستعمال الاوتو لابنجيل يا اخوان لسواء الاجهزة الضعيفة ولا المتوسطة والقوية ما انصحك نتستعملها فيها دمج واهمي جدا رهيب الخيارات اللي راح نسويها يا اخوان للاجهزة الضعيفة اللي بدون كرت بشكل كامل متكامل راح تجرب ثلاث خيارات بحيث انه انت تزبط معك 100% منحكي انه فيش عند كرت راح نشيل خيار كرت الشاشة هذا نشيله نهائيا ما نخليه 100% ومنشيل ثاني خيار اعداداتك راح ت تكون بالشكل اللي انت شايفه امامك بتروح على المماري تستعمل خمسين بالمية عندك 16 راح تستعمل تمانية عندك تمانية راح تستعمل اربع وامشي على نفس المبدأ دايما نخلي خمسين بالمية للنظام وخمسين بالمية للمحاكل لما انت تشغله وتلعب بابجو موبايل بحيث انك توازن بين النظام وتوازن بين اللعبة يعني اخوان الصراحة والله بعد ما نزلتي اخوان الجي ارجد الاو اس والله يا اخوان فرقت معي اللعبة كثير والله من زمان ما لعبت هيك شغل تعريق وسكوادات اصول تدبل yes哎 poadat والله يا اخوان يعني انا قدي صالي بالعب اللعبي بس يعني ما الفترة هي صورة العب اكثر من قبل بشكل كبير وصورة العب لعب جدا بخوف من ورا الاداء الاسطوري اللي عم بشوفه من الاداء في اخوان اتمنى انكم عن جد ازا بد انا والله بفيدكم والله ما بدي اشي ثاني غير الافاذة لكم والله نزل الاداء هاي والله لا تستفيد هاي الفيديو بالوصف اسوف الفيديو راح يتكيف عليه اللي ما شاف في الفيديو زي ما حكينا المماري عندك البروسor بتروح على text manager بشكل جدا سريع تضغط كلمة تروح على تروح على وتروح على وتروح هون تقرأ تمانية كور زي ما انت شايفين امامكم خلص عرفت انا كم من تمانية راح نحطها مثلا اربعة تمام هيك اعدادات قرح تكون عندك اقل من اربعة اقل من اربعة بتخليها اوتوماتيك ما تلعب فيها اقل من اربعة كور ما تلعب خليها اوتوماتيك طبعا تختار شاشتك بالضبط او منظور الايباد اللي بتلعب عليه بالنسبة بنخليها مئة وعشرين بشكل كامل نروح على الموديل ما راح نختلف عليه بشكل كبير نروح على الجيم طبعا راح تختارها سبعمية وعشرين اتش دي ديفولت هيك راح تكون اعداداتك بشكل كبير سبعمية وعشرين اتش دي ديفولت جربها ودعيلي بالنسبة للاجهزة الضعيفة اللي بدون كرت ننتقل الان الى الاعدادات الخاصة بالاجهزة الضعيفة اللي مع كرت كل ما عليك انك تحطها على بشكل جدا سريع الاعدادات بالشكل اللي انت شايفه امامك غير هيك ما تلعب المو مرية زي ما حكينا اه خمسين بالمية من الرماط بتحطها بالخيارات اللي هون ستعش بتحطها تمانية التمانية بتحطها اربعة اقل من هيك حكينا بتسويها اوتوماتيك بالنسبة الى البرسور نفس الموضوع يا اخوان بتشوف عندك تمانية كور بتحطها اربعة مثلا لما يكون جهازك قوي الموضوع بيختلف بشكل كبير فهمتوا عليه? في اخوان هاي الادادات ضدها الاسطورية راح تفيدكم بشكل كامل زي ما حكينا مثلا انا عندي مثلا تمانية راح تحطها اربعة جيجا المعالج شو راح نسوي راح نخلي مثلا اربعة كورة بالنسبة للجلوس اه وبالنسبة للريزولوشن بتحط اللي انت بتلعب عليه راح تخليها ميتين واربعين بشكل اسطوري كامل متكامل تمام تمام مية بالمية نروح على المو دل بتحطها لزميع الاجهزة ضيفة متوسطة قوية نروح على راح تخليها الف وثمانين بعدها تخليها وتخليها مية بالمية لحكي امورك راح تكون مية بالمية تمام تمام طبعا راح تلعب سلسية تسعين فريم سلسية تسعين فريم اه الشيشات اللي ما بتدعمش تسعين فريم تلعبها سلسية ستين فريم جو اللعبة طبيعي هاي اللي بنسبة للادادات للاجهزة الضعيفة اللي معكر ننتقل الان لافضل ادادات للاجهزة المتوسطة بشكل جدا مسطوري داريك تيكس وبتعلم على الاربع خيارات اللي انت شايفهم امامك والممار بتحطه والمعالج بتحطها تمام كور وبتحط هو لانت في الذكية تلات مية واشرين هاي افضل اعدادات اللعبت عليها يا اخوان بشكل اسطوري اسطوري وكانت عندي الامور تمام والله يا اخوان ما اقذب عليكم امورها تمام تمام بالنسبة للاجهزة المتوسطة بتروح adore المudel اسوس ريك تو وبتحط هون الف وتمانين اذا بتلعبش على بتلعبش منظر اي بات بتحطها الف وتمانين وبتخليها على وتسعين فريم هيك امورك تمام تمام اذا بتلعب على منظر اي بات حطها و تحطها تش دي تسعين فريم امورك تمام تمام. هاي بالنسبة للاجهزة المتوسطة. ننتقل للان بشكل جدا مسطوري على افضل ادادات لم تحcut كل ما عليك انك تعمل نفس الخياراتهم الاجهزة المتوسطة. بس كل ما عليك تخليها على كلمة بشكل كامل. ستخليها على اربعمية وتمانين. هي الااجهزة القوية. تروح الواقل اس راكتو تخليها على الف وتمانين تسعين فريم. زي ما احكيت المية بالمية الامور ثمام تمام. هيك رح تكون اداداتك بس هلأ رح نسوي يا اخوان خطوة جدا مهمة نسويها داخل المحاكية رح اعطيكم الزبد الصح بحيث يزبط معك الايم وما ينتشرش الطلق هيك لما تضرب ويكون عندك الامور تمام التمام مية بالمية باذن الله. خلينا ندخل يا شباب على محاكية جيملوب وندخل على الادادات الخاصة بمحاكية جيملوب داخل اللقبة. اوكي حبايب القلب كل ما علينا نضغط على اف تسعة هون ونفتح الادادات الخاصة بخيارات المطور الموجودة لانه بيجيملوب. زي ما انتم شايفين خلينا نزيح لكم الكاميرا عشان تشوفه. اه من الروح يا اخوان بشكل جدا سريع على خيارات المطور. اللي ما معرف كيف يفتح خيارات المطور بتروح على بتروح على بتروح على كلمة بتضغط عليها خمس مرات وراح تظهر عندك ترجع لخط خطوة وراح تظهر عندك خيارات المطور. يا بتنزل بالشكل اللي انت شايفه امامك. طبعا هذا الشرح يا اخوان للاجهزة الضعيفة ولجميع الاجهزة. بتسوي لفس الادادات اللي انا بقول لك عليها. والله يا اخوان رح تفرق معكم. زي ما انتم شايفين. بتكبس عليها بتخليها اللي بعدها التلاتة بتخليهم تلاتة نفس الاشي. تمام? مية بالمية والامور. تمام تمام. رح تخليها بتضغط عليها بالشكل اللي انت شايفه امامك. وبتضغط الف وتمانين. بحطها الف وتمانين. بشكل جدا سطوري. بتضغط. زي ما انتم شايف. شايفين امامكم. هاي افضل اعدادات يا اخوان ممكن تشوفها. هاي الف وتمانين زي ما انتم شايفين امامكم. اموركم تمام التمام. مية بالمية. وبنرجع الى وراء. خطوة الى وراء هاي بالنسبة للأعدادات الحبة تضيفها معكم. وهيك يا اسطير بنكون وصلنا لنا هاتة الفيديو. اتمنى يا اخوان ان تكون استفدتم بهذا الفيديو الاسطوري وان شاء الله يكون لداء عنكم تمام تمام. واي استفسار او اي تعليق بدك اياه. اكتب لي ايام للكومين تحت او بتفضل لانا على سيرفر الدسكورد. طبعا سيرفر الدسكورد القديم تم تم الابلاغ عليه بشكل كبير ما بعرف ليش او حملة ابلاغات عليه بشكل كبير ما بعرف شو السبب. اللي كان عندنا تقريبا خمس تلاف وستمائة عضو موجود معنا بسيرفر الدسكورد لكن للأسف انحدف وانحدف الحساب معه. فزعتكم اخوان بالدسكورد تدخلوا عليه. اللي شاف الفيديو هاد واللي شاف الفيديوهات السابقة يدخلوا على دسكورد وتفضلوا عنا على السابورت وسألونا ومنساعدكم باذن الله. وكان معكم اخوكم زيادة والسموكر من قناة متصابق للعب. نشوفوه على خير يا اسطير. وما تنسونا اخوان من دعواتكم ولايكاتكم وشيراتكم للفيديو. ودعمكم لاخوكم سموكر عشان يقدم لكم المزيد بالشغلات الاسطورية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة